اشتركوا في القناة 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 مثلا ما علينا يعني بعد كده في مايكروسوفت وهي ييبيسوفت هيكون يوم اللي بعده اللي هو يوم تلاتاشر والمواعيد اللي تخص بقى الساعة كام والكلام ده هتلاقي اللينكس كلها موجودة في الدسكريبشن للتلات مؤتمرات اللي عاوزين تعرفوا عنهم وطبعا نحن مالحقناش ننسى الاشعاعات بتاعة بلاي سيشن فور بوينت فايف وبعد كده الجدال اللي حصل على الاكس بوكس وان او القابل للتعديل وطلع في خلال بفترة اللي فاتت المدير بتاع الستورز تاعة جيمستوب في اجتماع للمستثميرين وقال حاجة ممكن تكون غريبة شوية اللي قالوا ان في قانسلز جديدة يعني على وشك انها تنزل وهو ما وضحش وفي مواقع المفروض انها تواصلت معي عشان يوضح اكتر ومداش اي تعاليق والله عالم ممكن يكون اصدع النينتندو ان اكس لان النينتندو مفروض انها تعلن عن الجهاز بتاعها السنة دي ممكن يكون بالفعل اصدع على مثلا حاجة سوني او مايكروسوفت بيقرروا ان هما يعملوها بس هو الكلام اللي قالوا كان جاي في السياق ان هما شايفين ان فيه تقنات جديدة يعني هتنزل في السوق زي ومفروض ان فيه جديدة وهما مش مغطين الكلام ده في التقارير اللي تخص اجتماع المستثمرين اللي عملوه في الفترة اللي فاتت اللي عملوا لعب درايف كلاب افلوا للأسف الشديد وبعد كده حصل ان كودماسترز يعني اشتروا للستيديو من سوني من الواضح كده ان هما هيشتغلوا على حاجة جديدة ومخرج درايف كلاب كان قال ان فيه مشاريع جديدة هو يشتغل عليها الافكار بتاعتها ما زالت يعني تحت التنفيذ انا عن نفس شخصين اتمنى ان يكون فيه ديرت فور يعني لعبة ديرت سري كانت ممتازة اتمنى نشوف ان فيه يعني جزء جديد من اللعبة دي لانها كانت من الالعاب اللي هي الرايسنج اللي فيها احساس اللي هي السيميولاتينج والاركيدي الاثنين مع بعض بشكل حلو جدا وبقالها فترة طويلة جدا ما نزلوش منها غير ديرت رالي اللي نزلت في الفترة اللي فاتت بس كانت ايرلي اكسس و دارك سولت سري يعني تقريبا كملت يعني اسبوع نزلة وفيه كلام بتاله يطلع عن الديل سيزن او الديل سيزن هتنزل للعبة كلام اللي طلع عن الديل سيزن انها هتنزل في فترة الخريف اللي هي بتبقى دايما شهر عشرة او شهر وما فيش اي تفاصيل عنها تماما بس هي يعني بتانزل في الوقت اللي احنا شفنا فيه الديل سي بتاع بلادبورن بس لما الواحد بقى يعني يخلص اللعبة الاول يبتدي يفكر في الديل سيزن بتاعتها اخر خبر بقى هنتكلم عنه هو سؤال تسأل المطورين بتاع ميرز اج كاتاليست عن دعم اللعبة للفي ار او الفيرتشو رياليتي منتج اللعبة رد على حاجة زي كده وقال ان اللعبة يعني هتكون احسن واسوأ لعبة انك انت ممكن تدعم من خلالها في ار تكنولوجي اولا هتكون احسن لعبة بسبب انك انت بتلعب يعني لعبة فيرس بيرس بيرسون لشخصية بتعتمد على حركات اللي هي بتاع تباركور وهتكون فيها مستوى عالي جدا من الاندماج اسوأ لعبة بسبب ان الحركات اللي هي بتعملها في اللعبة هتسبب حالة من الموشن سيكنس او هتسبب ان الناس يعني يتدوخ او يعني حاجة زي كده يعني مش هتكون اسباب صحية حاجة كويسة خالص انهم هيدعموا اللعبة بس دايس ممكن يعملوا لعب للفي ار في خلال الفترة اللي جاية ويتفادوا فيها اي مشاكل ممكن تحصل بسبب موشن سيكنس او حاجة زي كده عموما دي كانت كل الاخبار اللي تخص الفترة اللي فاتت يعني لو كان اي حد عاوز يعرف تفاصيل اكتر عنها كالعادة اللينكس موجودة في الدسكريبشن وطبعا في ناس من بعد لعما نزلت الفيديو بتاع بلاد بورن مبارح هتسألني لو هعمل حاجة زي الموضوع ده يعني هو فكرة في دماغي لكن التنفيذ بتاعه امتى والكلام ده الله اعلم حتى لو ابتديت ان انا هنفزه مش هاجي واقول لكم عشان يعني ماش مدلكم وعد زي ما حصل مع بلاد بورن انا كنت وعد من شهر احداشر اللي فات اه ولسه منزل الفيديو مبارح بس الحمد لله او كان عند حسن ظن الناس يعني الناس اللي طلبتوا مني في خلال الفترة اللي فاتت وكانت دايما بتسأل عليه اه حصلش ان انا خزلتهم الحمد لله بس بالنسبة للموضوع يعني لما نشوف بتاعه لما يجي انزل امتى الله اعلم بعد كده نبقى نعمل بقى ستوري بتاع دراكسورز وان وتو سري الاتنين مع بعض ونشوف بقى هنمشيها ازاي والكلام ده يعني الموضوع لسه بدري عليه شوية بقى ببنا نفكر فيه لو في حد هيسأل عليه اتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشتركوا فيديو جديد اشتركوا في القناة